اهلا بحضراتكم من جديد طيب امبارح الاهل قدر يعمل مباراة كبيرة وفاز على سموحة بسلسة اهداف مقابل هدف وعمل الشوط الاول كان شوط رائع جدا من اللاعبين وتكتك الجهاز الفني والبدء بقهربة المباراة كانت فيها اكتر من المفاجأة البدء بقهربة البدء بمحمد فخري في وسط الملعب تغيير طريقة اللعب بدل من اربعة اثنين تلاتة واحد كان اللعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة وجود المهاجم الوهم اللي قام به محمود قهربة بالامس وبصراحة مبارح مشاركة قهربة عايز اقول لكم اسعادة الجميع وقبل ما تكون اسعادة الاهلوية الجهاز الفني نفس المنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قال مين ده يا جماعة هو كان فين طب ووقفوا ايه الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله خلال الحلقات اللي جاية عندنا موقف كتير عن احكيها بخصوص محمود قهربة وعايز اطمم كل جمهور الاهلي الامور الحمد لله بتصير بشكل جيد جدا خلال الفترة اللي جاية وما تركزوش مع اي حد بيتكلم في تفاصيل جانبية لانه عنده قضايا رئيسية اكيد هتكون محل اهتمام خلال الفترة اللي جاية ولكن مباراة الامس ايجابياتها في ايه؟ اولا اتأهلت لنهاء كأس مصر مشاركة قهربة في اول مباراة رسمية للاهلي بعد فترة طويلة جدا بنتكلم يعني حوالي 8-9 شهور بعد اخر مباراة القهربة مع الاهلي قبل الاعارة الى الدوري التركي كمان مباراة شارك مع الاهلي 3 لاعبين جدد احدث الصفقات المنضمة للاهلي في انتقالات يناير بنتكلم عن محمد كريستو اللاعب التونسي خالد عبدالفتاح الباكرايت ومروان عطية لاعب وسط الملعب المنطقل من الاتحاد السكندري وبالتالي الايجابيات كثيرة مش فكرة الفوز والانتصار والتأهل للهاء الكأس ولكن كمان في امور فنية اتعامل معها مرسي الكلر عشان الفترة اللي جاية طيب النقطة الغريبة بالنسبة لمباراة وانتوا شايفين قدامكم الاهداف اسيست الاول من كهربا احرز الهدف احمد عبدالقادر الاسيست التاني ايضا من كهربا احرز الهدف حمدي فتحي والاسيست التالت من حسين الشحات وكان هدف رائع جدا لمحمود كهربا يدل على حاجة واحدة بس ان كهربا رجليه في الملعب جاهز عنده شغف كبير جدا انه يكون في التشكيلة الاساسية ويقنع كولر في التوقيت ده ان لعب جاي من فترة بعيدة جدا يكون جاهز في التشكيلة الاساسية ويظهر المظهر الرائع في مباراة الامس ولكن رغم الانتصار والفوز والنتيجة والاداء والتغييرات والتشكيل انبارح فجأت ان فيه البعض بيحاول يحمل كولر اخطاء او مش عارف مواقف غريبة يعني الراجل اللي قاعد دلوقتي الحمد لله مخسرش ولا مباراة وبإذن الله يا ربنا يتكملها على كده على الاقل خلال الفتر اللي جاء لانه وارد في الكورة على فكرة المكسب والخسارة ولكن شيء رائع في ظل حالة التغييرات اللي في الفرقة بسبب الاصابات وبسبب بعض الايقافات لكن في نفس الوقت الراجل ماشي بمعدل كويس جدا الناس بتتكلم على ان كولر دايما بيغير في التشكيل انتوا يا جماعة ما بتتكلموا على ان المدير الفني اللي نادي الاهل بيغير في التشكيل هل بتبقى دارس كويس قوي الفترات اللي فاتت مين اللي غاب مين اللي رجع مين المصاب ولا انتوا مش واخدين بالكوا ان الاهل بدأ الموسم ازاي ودلوقتي مين غاب عنده فاضطر الراجل ان هو يعمل تعديلات في التشكيل يعني انت لما تلاقي الجبهة اليومنا كلها مش موجودة لا اقرم توفيق ولا كريم فؤاد يبقى بالتالي اكيد هيكون في تغيير ما هيعمل يعني يخلي الجبهة اليومنا من غير اللعيبة مثلا عشان ما يكونش غاري في التشكيل مباراة بارح دي اللي البعض بيروم على كولر انه بيغاري في التشكيل فيه خمس لعيبة او ست لعيبة مش في التشكيلة الاساسية نتيجة اصابات يعني هو الرجل مش مستبعده مستبعاد فني يعني هو اقرم توفيق روباط صليبي الموسم انتهى كريم فؤاد روباط صليبي الموسم انتهى هيعمل ايه اكيد هيحط حسيني الشحات ومحمد هاني واللي اتنين عاملين الحمد للوقت دلوقتي مطشين تلاتة بشكل كويس وانا تعملنا الاستمرارية طيب في نفس الوقت مين تاني غايب سافيو طاهر محمد طاهر محمد عبد المنعم فالراجل بيضطر انه يستخدم البدائل اللي يكونوا ظهرين بشكل كويس فدفع بيه رامي ربيع دفع امبارع بمحمد فخري موجود امبارع احمد عبد القادر وطاهر بقاله اكتر من اربعة مطشط غايب ولسه في قيمة مصابين لقدر الله مش عارفين موقوفهم ايه مبارات الزمالك فليه دايما البعض بيحاول يحمل مرسل كولر او ايا كان من المدرب لان نفس المدرسة دي كانت موجودة في بيتس ومسيماني بالمناسبة ولو مش كولر وجيه غيره هي الفكرة مدرب الاهلي انا مش قادر استوعب فكرة هجوم بعض النقاط او محللي الكورة على المدرب النادي الاهلي اللي دايما بيعاني بسبب بعض الاصابات الرجل مقبل على كده وبعدين انت عندك كم الغيابات ده وبتكسب يعني انت الحمد لله اعلى معدل انتصارات من بداية الموسم لغاية دلوقتي ومخسرت شوالة مباراة وعملت عادلات يمكن ممكن تكون افقدتك شوية الصدارة في الاسابيع اللي فات لكن رجعت وعملت ريمونتدك وهيسة جدا وتصدرت الدوري كسبت السوبر المصري اتأهلت ليه الدور التالي في دورة ابطال افريقيا عندك كأس عالم اندية انا خايف خلال يومين الجانين يتقولك او يقولك ان كولر يعني التقييم الاساسي ليه مشاركته في كأس العالم الاندية وكاننا لسه هنقيم تجربة كولر دلوقتي بعد المباراة الصعبة والفترة الاخيرة اللي كان بياخد فيها مباراة اكيد كان فيها تحديات ولسه الموسم طويل فانا مش مش قادر استوعب فكرة النقد لان انا مش شايفه نقد ايجابي انا شايفه بنحاول قدر ان كان نجد اي مبرر لانتقاد مدرب الاهلي بدون اي داعي وده بالتأكيد بينعكس بالسلبة على الجماهير اللي بتفضل دايما في حالة قلق هل تستوعب الكلام اللي بتقام من قبار محلل الكورة وكانوا نجوم في الكورة المصرية ولا بتبص بعينيها وهي اللي تقيم وتشوف ولا تيرى ارى بعض ان القادر ممكن يكون ارى سلبية لها وجهات نظر الله اعلم قد تكون موضوعية او قد تكون موجهة بشكل اخر فمش عارف المهم الاهلي كسب اتأهل للنهائي هيواجه بيراميدز امتى المعاد لسه حتى الان لم يتحدد لنتأكيد بنتكلم في خمس مباراة مؤجلة للاهلي اربع في الدوري ومباراة في كأس مصر طيب دي كانت جزئة مهمة جدا متعلقة بمباراة الامس والنتيجة والتعليقات اللي ظهرت على اداء الاهلي مع مارسل كولر الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عليها بخصوص مباراة سموحة الاهلي مبارح وتحديدا الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر عمل شيء اقول مختلف عن الطبيعة لان في الطبيعي يقولك لعيب جاي من فترة اقاف اكيد مش هيكون جاهز ولكن كولر دفع بقهربة من البداية ولعب اكتر من حوالي 60-65 دقيقة في المباراة نتكلم على معدل كويس جدا ده معناه ان الراجل مقتنع جدا بامكانيات قهربة وفكرة انه ما يبدأش بشاد حسين ولا محمد شريف ويجيب قهربة اللي بعيد تماما عن الملعب وكمان كولر لما جيه ما كانش قهربة اساسي وما كانش بيلعب وكان جاي من الدور التركي وكان عنده مشكلة فبالتالي ده اندل على شيء بدل هو حريص ان قهربة يكمل واكيد دي رسالة للبعض اللي لازم يقرأ يقرأ المشهد كويس لما المدير الفاني للنادي الاهلي يجيب لعيب بقاله فترة بعيدة عن المباريات بقى الراجل عايز يعتمد عليه يبقى مش فكرة اللي انت بخلي اللاعب بس بيقبض مرتب عشان بتغيز حد ولا بتزعل حد ولا بتدايا حد لا دي رؤية جهزة فني مدرد بعايز اللاعب ومقتنع بامكانيات قهربة فبالتالي الفكرة الاهلي ما بيبصش لأي تفاصيل تفهأ ممكن البعض يفكر فيها لا دي وجهة نظر فنية وانه كولر يدفع بقهربة من بداية مباراة مبارح ده معناه ان هي رسالة مهمة جدا لكل واحد بيقولك هو الاهلي مخلي قهربة ليه هو قهربة بيلعب ليه ما يبطل ويعتزل اعتقد مباراة الامس يعني قد اكبر دليل على كم الافتراءات والمهاطرات اللي صدرت خلال اخر ست شهور تحديدا من جهة بعض الاعلام المنافس ضد قهربة وضد الاهلي في الفترة الاخيرة وبرضو بأكد ما تصدقوش وما تسمعوش لأي مهاطرات بتتقال في مستقبل اللاعب خلال الفترة الجاية كل شيء مدروس بالتأكيد لمصلحة الاهلي ولمصلحة اللاعب لان اللاعب حالين خلاص اصبح على زمة النادي الاهلي فيه اعضايا تانية اهم اعتقد هنتكلم فيها وهم بيحاولوا القدر الامكاني يشتتوكوا شوية ويبعدوكوا عن موضوعات حيوية ومصيرية خلال الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة